السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبرك ومرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نتعرف على شكرا متوقعة للمنتخب الوطني المغربي ضد منتخب انجولا في مباراة ودية تجمع بين المنتخبين في ملعب اكيدير يوم غدا نرجو معه. قبل البديو اتمنى منكم لا تنسى الاشتراك لك للفيديو سيلكوكو الجديد. في نبدأ على ثلاثة التباصل اكتر. واتعرف على شكرا متوقعة. طبعا شكرا متوقعة للمدرب والدردقي في اول مباراة رسمية او في اول مباراة بعدها. كان الكود ديفوار ضد منتخب انجولا الذي قدم المستوى كبير على المستوى اه امم الاثريقية الاخيران. بالنسبة لكي متوقع فهي كان اتي حسب رئي الشخصي وحسب اختيارتي وحسب توقعتي. حاسنا ما هو الحارس للسعودي والحارس الاساسي للمنتخب المغربي. ياسين بنو يبقى حارس للمنتخب المغربي رغم الانتقادات شرطة في صفحات الفيسبوك. لكن فورحس الاساسي للمنتخب المغربي بدون اي منازع. اما المستوى خاطة الدفاع. عشر الحاكم في الرواق الايمان. ويحيى عطية الله في الرواق الايسر. يحيى عطية الله في الدول الروسي. شارك في المباراة واحدة كاساسي قفات. والمباراة الاخيرة لم يمشارف او كان احتياطي طيلة اللقاء. كذلك كان تقيس الى جائزية التامة. لكن حسب الاشتخصي هو يشارك يوسف لكن حسب الاشتخصي هو يحيى عطية الله بيسر انه لاعب يمتلك تجربة على المنتخب المغربي ويبقى على اللاعب يستخدم في في مقاعد البودلاء لانه لاعب التحق جديد بالمنتخب المغربي وسوف تكون فرصة له كاحتياطي او الدخول كبادر في اللقاء لدى منتخب انجولار. اما على المستوى القلبي دفاع التنائي نجم الذي يستخدم الانجليزي نيف اكداد يبقى قطعة اساسية من المنتخب المغربي واللعب الذي قدم المستوى كبير في اخر اه المباراة للمنتخب المغربي في كاراكو دفاع. امامه مع غياب اللاعب غانب سيس عن هذا. عن هذه المجموعة سوف يكون الاختراع للعب عبد الكبير ابقار الذي يقدم مستوى كبيرة مع فريق كيد بوردفو الافيس على مستوى دولة الكرة الاسبانية ويقدم مستوى كبيرة ويستحق فرصة مع المنتخب المغربي خصوصا انه يلعب بالقدم اليمنى ويحتاج الى مدافية لعب بالقدم اليمنى امام اكراد. اما على مستوى الميدان التنائي عزد دي الاناحي لاعب نجنان لانبيك مرسلية ويوسف او عفوا سوفير امارابات على روان ان سوفين امارابات لم يشارك في اي مباركة اساسي مع المنتخب او عفوا مع فريقه بعد العودة من كانون كو دي بورد واصبح الخيار الثالث في تشكيلة تنهاج على مستوى مركزه لكن يبقى خطع اساسي من المنتخب مغربي كذلك المنافس له هو اللاعب اسامي العزدزي لاعب بولونيا الايطالي ليس كاساسي مع فريقه بولونيا في المسابقة الايطالية امامهم صنع العاف فهو اللاعب ابراهي بن دياز الذي يلتحق بالمنتخب المغربي نجن الرياضة الاسباني الذي يقدم مستوى كبير هذا الموثيب ويتمنى تقديم الاضافة للمنتخب المغربي اما على المستوى خط مقدم وخط نجوب بقياس قائد المنتخب المغربي حاكم دياز في الريوق الايمان الذي ساعد المستوى الطبيعي مع فريقه قلت الصراي اما على الوقت اي صرف هو امي عدلي نجل لباية لبنزا المتصدرة الدوري الالباني اما على مستوى الصحابة سوف يكون هناك اشخة كبيرة على مستوى المركات خصوصا اننا نعاني من مهاجم صريح قوي في تجزيلاهداف وهذا شاهدنا في كانت دوار وشاهدنا ان المهاجمين لم يكنوا في افضل احوالهم حسب الاستقصير او فعيد يجب اشراك سبقنا ضاحمين لانه لاعب اه ناصر هجوميات وفي امكانه اه الاعي في هذا المركز بطريقة جيدة مهاجم وهمي اه يقدم مستوى كبيرة ببعاف ع quadعين وكاد اشركه المدريب في فارق lieعين في المباركة الاخيرة كمهاجم صريح وقدم مستوى كبيرة ضد الناصر السعودية ودد عزمان على مستوى وطلسة الدول الاماراتي وفي المباركة الاخيرة شجاج لهاiencia في الدول الاماراتي في هذا المركز وقدم مستوى كبيرة. اه انا انا ان يدخل السكان الرحيمي في المنظمة وان يكون اساس في هذا اللقاء وان يشاهد السكان الرحيمي مع المنتخل المغربي. لكن حسب الصحافة ان والد سوف يتجري اشترك اللعب اي وكابي بعد العروض الكابيري اللي يقدموها مع ثاريح كولمبي كيراكوس. طبعا هذه كلمة توقع حسب رجل الشخصي حسب رجل الشخصي عليها كلمة تقية وجيدة وهذا وكوش ما لنا واللقاء.